ما أن يذكر اسم نهر الخابور حتى يتبادل للأذهان الصورة الجميلة التي كانت تتزين بها دفافه على طول مجرى شمال الشرقية سوريا وهو الذي استمد اسمه من الخير وشكل وادي خصباً لمنطقة الحسكة وريفها إلا أن هذه الصورة تبدلت اليوم مع الجفاف الكبير الذي لحق بالنهر المزارعون والصيادون في ناحية تلتمر شمال الشرقية سوريا يستذكرون بشيء من الحسر نهر الخابور وذكرياتهم الجميلة معه سابقاً عندما كان يتدفق وتحيط به مزارة خضرة بات الآن أرض قاحلة وتربة جافة تأثر معها القطاع الزراعي ونفقة الثروة السمكية المي ومنسوب المي يعني قل يعني ما أقول 90% قل 100% اليوم حتى على مستوى السمك اللي كان الموجود ما ضل ولا نوع من الأسماك ما بقى كسار كلها مستنقات وهال مستنقات حتى هال مستنقات تشكل خطر على المنطقة هنا جفاف شبه تامة يشده النهر نتيجة التغيرات المناخية وندرة الأمطار في فصل الشتاء ليتحول إلى مستنقات ابتلأت بالأوساخ والأوحال مما أدى لانتشار الحشرات والذباب والبعوض على دفتي النهر وعزز المخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض وضعون أجبر السكان القرى المحيطة بالنهر إلى النزوح بعد أن كانت الأراضي المحيطة به والقريبة منه مصدر رزق وفير للمزارعين في تلك المناطق التي كانت تعتبر سلة الغذاء في سوريا ويتزمن هذا الجفاف الذي يشهده نهر الخابور مع تعمد الاحتلال التركي منذ سنوات حبس المياه الواردة من أراضيه إلى مناطق شمالة وشرقية سوريا خاصة نهر الفرات وذلك رغم وجود اتفاقية ثلاثية تضم سوريا والعراق وتركيا بشأن حصول كل طرف على حقوقه في مياه النار بموجب القوانين الدولية